باستثناء ولاية سوسا جرت اليوم بمختلف مقرات الهيئات الفرعية للانتخابات عملية التصويت المتعلقة بانتخاب أعضاء المجلس الوطني للجهات والأقلي الذي يضم سبعة وسبعين نائبا ويمثل الغرفة البرلمانية الثانية بعد مجلس نواب الشعب عملية التصويت وبعد فرز الأصوات والتصريح بالنتائج أفرزت على انتخاب ثلاثة أعضاء مجلس جهوي عن كل ولاية وعضو واحد عن كل إقليم بالجمهورية التوريسية وعددهم خمسة 260 مترشح فيهم 242 مترشح عن المجلس الجهوية و18 مترشح عن مجلس الأقليم 242 مترشح هذا مع المجلس الجهوية وقع رفض أربعة مطالب بما فيها المجلس الجهوي لولاية سوسا الذي قام بالطعن يعني المجموع 238 ملف وقع قابوله في انتظار الملف اللي قع الطعن فيه أمام المحكمة الإدارية اللي هو تابع المجلس الجهوي بولاية سوسا وإحنا كذلك يجبنا نستنى حكم المحكمة الإدارية باش يأما معناها يقع نقض قرارا متاع الهيئة وإلا يقع أقراره على ضو حكم المحكمة الإدارية أحنا باش نقرر هذه الانتخابات اللي مش باش تبطة تقريب بساعة يومين أو اثنين فقط بعد صدور الحكم سيقع أجراء هذه الانتخابات تمت هذه الانتخابات بسلاسة بشفافية الحمد لله وأنتجت هذه الانتخابات على فوز ثلاثة مترشحين يسمى مثل قروان في المجلس الوطن الجهات والأقلي مبروك عليهم وبعد أعلان النتائج النهائية المقررة في غرة أفريل القادم من المنتظر أن يباشر المجلس الوطني للجهات والأقلي مهامه الدستورية في منتصف شهر أفريل المقبل بمقتضى أمر يصدر عن رئيس الجمهورية قيس سعيات وبتبعة الحال في الحالة هذه توقع مراسلت رئاسة الجمهورية حول التركيبة وحول النتائج النهائية وهذه المراسلة رئيس الجمهورية عنده الحق في 15 يوم لدعوة المجلس الوطني للجهات والأقليم كغرفة ثانية للإنعقاد بطبيعة الحال بشكون المقر متاعه هو مقر هو تونس العاصمة في باردو مجلس المستشارين سابقا الغرفة الثانية وهذه الغرفة الثانية بطبيعة الحال منظمة بأحكام الدستور من الفصول 81 إلى 84 صلاحية رسمية أصلية تفرغ تام مثل الغرفة الأولى من حيث الحصانة ومن حيث الامتيازات يعني تقريبا في منتصف شهر أفريل تكون تشالله المجلس الوطني للجهات والأقليم الغرفة الثانية تنطلق في أعمالها بصفة رسمية بعد أداء اليميل القانونية وبانتخاب أعضاء المجلس الوطني للجهات والأقلي يختتم المصار الانتخابي الذي انطلق بانتخاب أعضاء المجالس المحلية في دورتين ثم اختيار أعضاء المجالس الجهوية بالقرعة ثم الانتخاب غير المباشر لأعضاء مجالس الأقلي ليتوج اليوم بالانتخاب غير المباشر للغرفة الثانية للبرلمان